إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره صار واضحا عندنا ولو بشكل إجمالي معنى الهدم حائط مسجد الكوفة صار واضحا أيضا عندنا من خلال كل الحديث الذي تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخره من مؤخر مسجد الكوفة وبينت لكم من أن الضمير يعود على الأقرب ومن أن الإعراب لهذه الكلمة مؤخره فإننا نعربها على أنها بدل بعض من كل بدل جزء من كل لا أريد أن أعيد هذا الكلام الذي تقدم ذكره مرة أخرى فإني أرى الوقت يجري سريعا حدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره أين هو مؤخر المسجد؟ من مؤخره مؤخر المسجد يأتي على معنيين مرة نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وفقا لبناء المساجد فإن مقدم المسجد سيكون الجانب الذي يبنى باتجاه القبلة الجانب الذي يقابل جانب القبلة سيكون مؤخر المسجد فإن الناس حينما تصلي وتقول من أننا صلينا في مقدمة المسجد مقدمة المسجد يعني عند المحراب عند المكان الذي يقف فيه إمام الصلاة يعني عند الحائط عند الجدار الذي هو باتجاه القبلة هذه مقدمة المسجد مؤخرة المسجد صارت واضحة الذي يقول من أنني صليت في آخر المسجد في آخر المسجد باتجاه القبلة يعني عند الجدار الخلفي الذي يكون في مواجهة الجدار القبلي الذي هو باتجاه القبلة إذا فهمنا مؤخرة المسجد على هذا الأساس فإن الجدارة فإن الحائطة الشمالية لمسجد الكوفة سيكون هو مؤخر المسجد يعني الجهة التي فيها باب الثعبان وأيضا فيها باب الرحمة باب الرحمة هذا باب جديد بني في الخمسينات من خمسينات القرن العشرين أما باب الثعبان فهو باب قديم هو باب الثعبان ويقال له في التاريخ وعند الناس يقال له باب الفيل أيضا مثل ما قلت لكم إذا كنا نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وبحسب هندسة المساجد وبحسب موضع المحراب وبحسب اتجاه القبلة وبحسب ما يقوله الناس من أنني صليت في مقدمة المسجد وصليت في مؤخرة المسجد بالنسبة لمسجد الكوفة وفقا لهذه الرؤية وفقا لهذه النظرة فإن مؤخر المسجد سيكون في الحائط الشمالي يعني في الجهة التي فيها باب الثعبان مؤخر المسجد هو هذا بلحاظ الحائط القبلي باتجاه القبل هذا المعنى الأول لمؤخر المسجد ولكن هناك معنى ثاني خصوصا حينما يكون البناء مربعا بناء بناء مسجد الكوفة الحالي بناء مربع الضلع القبلي طوله مية وعشر متر الذي هو الضلع الجنوبي باتجاه القبلة الضلع الشمالي الذي يقابل الضلع الجنوبي طوله مية وتسعة متر الفارق متر واحد الضلع الغربي الضلع الغربي للمسجد مية وستعش متر والضلع الشرقي للمسجد أيضا جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وهاني ابن عروة رضوان الله تعالى عليه هذه الجهة طول الضلع هنا مية وستعش متر فهو مربع في بناء مفتوح مربع يمكننا بحسب موقفنا إذا وقفنا مثلا عند الحائط الشرقي يمكننا أن نقول عن الحائط الغربي الذي يواجهنا تلك هي مؤخرة المسجد وإذا وقفنا عند الحائط الغربي يمكننا أن نؤشر على الحائط الشرقي ونقول تلك هي مؤخرة المسجد والأمر هو هو إذا وقفنا عند الحائط القبلي يمكننا أن نؤشر على الحائط الشمالي ونقول تلك هي مؤخرة المسجد وبالعكس أيضا إذا وقفنا عند الحائط الشمالي يمكننا أن نشير إلى الحائط الجنوبي إلى الحائط القبلي ونقول من أن آخر المسجد هناك فهذه قضية نسبية ولذا فإن الإمام الصادق وضع لنا علامة ماذا قال قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن فالإمام لا يشير إلى مؤخر المسجد بحسب بناء المسجد وفقا للقبلة وما يقابل القبلة وإنما يشير إلى جهة من جهات المسجد فعلينا أن نشخص دار ابن مسعود أين هي أما هذا القول من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي ومن أن دار ابن مسعود في تلك الجهة لا دليل على أن دار ابن مسعود في تلك الجهة القائل الذي قال بهذا القول من أين جاء به مذكور هذا القول ويذكره البعض ما هو الدليل على أن دار ابن مسعود تقع في الجهة الشمالية من مسجد الكوفة الدليل أخذوه من الرواية لا يملكون دليلا على أن دار ابن مسعود تقع شمال مسجد الكوفة الدليل أخذوه من الرواية بما أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا بأي لحاظ بلحاظ بناء المسجد وبلحاظ جهة القبلة وبلحاظ محراب المسجد وبلحاظ صلاة الناس الذي يصلي في مقدمة المسجد الذي يكون قريبا من الحائط القبلي والذي يصلي في مؤخرة المسجد يكون قريبا من الحائط الذي يواجه الحائط القبلي يعني الحائطة الشمالي بالنسبة لمسجد الكوفة فهم شخصوا مؤخر المسجد على هذا الأساس وبعد ذلك شخصوا دار ابن مسعود بينما الإمام جعل دار ابن مسعود علامة لتشخيص مؤخر المسجد أخرأوا الرواية بدقة لا حاجة لدار ابن مسعود إذا كنا نعرف أن الجهة الشمالية لمسجد الكوفة هي مؤخر المسجد فلا حاجة لذكر دار ابن مسعود إنما ذكرت دار ابن مسعود لأجل أن نشخص الجهة التي سيحصل فيها الخراب اقرأوا الرواية بدقة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود الإمام لا يريد أن يشخص لنا دار ابن مسعود لا علاقة لها بالموضوع إذا كان لها من علاقة فهي علامة لتمييز الجهة التي سيقع فيها التخريب وإلا أن نشخص دار ابن مسعود وفقا للرواية على أساس أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا الكلام لا ينسجم مع سياق وبلاغة الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره فالإمام يتحدث عن مؤخر مسجد الكوفة بالمعنى الثاني بالمعنى النسبي حينما أقف عند الحائط الشرقي للمسجد وأشير إلى الحائط الغربي أقول إن مؤخرة المسجد هناك أو حينما أقف عند الحائط الغربي وأشير إلى الحائط الشرقي من أن مؤخر المسجد هناك والأمر هو هو مع الحائط الجنوبي والشمالي الجهات نسبية حينما نقول شرق وغرب شمال وجنوب هذه كلها نسبية والكلام يجري هنا بنفس هذا المجرى من هنا جعل الإمام الصادق دار بن مسعود علامة للجهة التي سيكون فيها الخراب إذن علينا أن نشخص دار بن مسعود أما هذا التشخيص هذا التشخيص ليس صحيحاً هذا تشخيص سقيم تشخيص دار بن مسعود وفقاً للرواية من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا تشخيص خاطئ لأن الإمام أساساً جاء بدار بن مسعود علامة لتشخيص لتشخيص مؤخر المسجد نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه إذن علينا أن نشخص دار ابن مسعود ابن مسعود هو الصحابي المعروف عبد الله ابن مسعود والذي نصبه عمر بن الخطاب أيام خلافته نصبه قاضيا في الكوفة وصاحب بيت المال فكان قاضيا في الكوفة وكان مشرفا على بيت المال وبقي ابن مسعود أيام عمر في الكوفة قاضيا ومشرفا على بيت المال إلى أيام خلافة عثمان بقي ردحا من الزمن في بداية خلافة عثمان ابن عفان وبعد ذلك رجع إلى المدينة حكاية لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عن تأريخ تلك الأيام فقد بقي لمدة ليست قصيرة عبد الله ابن مسعود في الكوفة وبنى له دارا فيها فكانت داره معروفة فهو القاضي وهو صاحب بيت المال هو وزير المالية وهو القاضي في الوقت نفسه فبيته معروف عند أهل الكوفة وبيته معروف في زمان إمامنا الصادق وهو يتحدث عن هذه العلامة لكن في زماننا نحن لا نعرف أين يقع بيت عبد الله ابن مسعود الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل من أن هناك من يقول من أن بيت ابن مسعود يقع في الجهة الشمالية من مسجد الكوفة هذا الكلام أخذ من الرواية التي نحتاج في فهمها إلى تشخيص دار عبد الله ابن مسعود حتى نفهمها فالذين ذهبوا بهذا الاتجاه فهموا الرواية بالمقلوب جعلوا الرواية وما فيها من ذكر لمؤخر المسجد علامة على تشخيص مكان بيت عبد الله ابن مسعود بينما في زمن الإمام بيت عبد الله ابن مسعود كان مشخصا عند أهل الكوفة فعبد الله ابن مسعود في زمن عمر وفي زمن عثمان كان القاضي الأول في الكوفة وكان صاحب بيت المال فضلا عن أنه صحابي معروف وشخصية إسلامية معروفة في ذلك الوقت فلذا كان بيته مشخصا حتى بعد أن خرج من الكوفة ومات عبد الله ابن مسعود بقي بيته علامة شاخصة واضحة معروفة حتى وإن سكن في البيت غيره من الساكن في زمان في زماننا إذا أردنا أن نستدل على بيت عبد الله ابن مسعود كيف نستدل عليه إما أن نستدل عليه بآثار بقيت من بيته ولا توجد أثار من بيت عبد الله ابن مسعود وإما أن نمتلك خرائط قد تكون قديمة قد تكون حديثة لكنها رسمت وأسست بشكل صحيح وشخص فيها بيت عبد الله ابن مسعود شخص مكانه وفقا لمعطيات صحيحة وفي الحقيقة نحن لا نملك خرائط لا نملك خرائط قديمة ولا نملك خرائط حديثة تشخص مكان بيت ابن مسعود على الأقل بحسب الطلاع فلا توجد لدينا آثار لبيته لا توجد آثار شاخصة واضحة يقال يقال عنها هذه آثار دار عبد الله ابن مسعود ولا نملك خرائط لا قديمة ولا حديثة يشخص فيها مكان دار عبد الله ابن مسعود وكذلك لا توجد في كتب التأريخ معطيات تشخص لنا موضع دار ابن مسعود هذا ما أعرفه من خلال اطلاعي على كتب التأريخ التي أرخت للكوفة وأرخت لتلك الأيام فإنني ما وجدت في كتب التأريخ وصفا أو تشخيصا لموضعي ومحلي دار ابن مسعود الاحتمال الرابع أن الأمر يتناقله أهل الكوفة على ألسنتهم عبر الأجيال لا توجد آثار لا توجد خرائط لا قديمة ولا حديثة ولا يوجد وصف أو تشخيص في كتب المؤرخين يبقى الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع النقل الشفاه عبر الألسنة وهذا ليس موجودا أيضا كل هذه الوسائل كل هذه الأسباب ليست متوفرة بأيدينا لكنني يمكنني من خلال بعض القرائن أن أشخص مكان دار عبد الله بن مسعود من خلال التنقيب في مجمل القرائن التي ذكرت ما بين رواياتنا وأحاديثنا وما جاء مذكورا في كتب المؤرخين يمكنني أن أشخص دار عبد الله بن مسعود وأين تقع في الكوفة وأين تقع بملاحظة مسجد مسجد الكوفة مسجد الكوفة لما بني ومصرت مدينة الكوفة أول حاكم فيها نصب من قبل الخليفة عمار أول حاكم هو سعد ابن أبي وقاص هذا هو أول حاكم في الكوفة سعد ابن أبي وقاص المسجد في حائطه القبلي فتحت باب كبيرة الباب الرئيس لمسجد الكوفة آنذاك كان في الحائط القبلي يتحدثون عن باب آخر عند المحراب أنا لا أريد أن أتحدث عن عمارة مسجد الكوفة الآن أريد أن أشخص موضع دار عبد الله بن مسعود الباب الباب الرئيس كان في الحائط القبلي بالضبط في مواجهة باب الثعبان باب الثعبان في الحائط الشمالي الذي هو يواجه الحائط الجنوب الذي هو الحائط القبلي كان هناك باب وهذا الباب هو الباب الذي كان يدخل منه أمير المؤمنين حينما يأتي من داره فدار أمير المؤمنين كانت قريبة من هذا الباب وآثارها موجودة إلى يومنا آثار الدار الدار موجودة دار الأمير معروفة في الكوفة فهي قريبة من الحائط القبلي لمسجد الكوفة البوابة الرئيسة كانت هنا في الحائط القبلي وصنعوا لها مقدمة ظللوها لأن الناس كانت تأتي لأجل حاجتها مع الحاكم فالحاكم الذي هو سعد ابن أبي وقاص بنى له دار مجاورة لمسجد الكوفة والتي سميت بقصر الإمارة في أيام سعد كانت تسمى بقصر سعد ولم يكن بناء كبيرا كان البناء يتألف من ثلاثة غرف مع باحة إلى بقية التفاصيل فالحاكم كان مستقرا في قصر قريب من الحائط الجنوبي من الحائط القبلي والبوابة الرئيسة التي كان يدخل منها الناس في الحائط القبلي وكانت أيضا قريبة من قصر سعد هذه منطقة متقاربة قصر الإمارة الذي آثاره موجودة اليوم بناه بهذه السعة زياد بن أبي في زمان سعد كان القصر صغيرا وحينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة كان القصر صغيرا وقالوا له ننزلك يا أمير المؤمنين في هذا القصر فرفض الأمير قال هذا قصر الخبال تسميته بقصر الخبال هذه تسمية من أمير المؤمنين فقال إني لا أسكن في هذا القصر هذا القصر قصر الخبال قد تسألون عن معنى الخبال الخبال في اللغة الفساد والخبال في الثقافة الدينية نوع شراب جهنمي يشربه أهل جهنم وخصوصا الذين يعاقبون على شربهم المسكر في الروايات عندنا من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال الحديث عن إمامنا الصادق ولما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الخبال هذا فقال هو صديد فروج البغايا فالخبال شراب جهنمي والخبال في اللغة هو الفساد والأمير يشير إلى المعنيين حين قال هذا القصر قصر الخبال فهو قصر الفساد وهو قصر البغايا وهو قصر الخمور وقصر كل موبقة من موبقات أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذه الجهة الجهة التي تقع بعد الحائط القبلي قصر الأمير وفي أيام سعد كان بيت المال بجانب قصره إلى أن سرقه اللصوص نقبوه وثقبوه ودخلوا إليه وسرقوا بيت المال وتفصيل في التعريخ مذكور أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة فقصر الأمير هنا وبيت المال هنا وجهاء القوم من الصحابة أين قطنوا قطنوا في هذا المكان أيضا بنوا بيوتا في هذه الجهة في الجهة التي بنى فيها سعد قصره كبار الصحابة من الذين قطنوا الكوفة سكنوا في هذه المنطقة في جنوب المسجد ما بعد الحائط القبلي حتى دار الرزق التي أنشئت بعد ذلك في زمن متأخر عن الزمن الذي أتحدث عنه دار الرزق التي كانت تشتمل على مخازن مؤونة الجيش ومخازن مؤونة أهل الكوفة التي تمتلكها الدولة الحكومة ميرة البلاد والعباد في دار الرزق وبيت المال إنها المؤسسة الاقتصادية آنذاك بنيت في هذه المنطقة أيضا القريشيون الذين كانت لهم منزلة بين الناس بنوا بيوتهم في هذه المنطقة البيت الذي يعرف الآن ببيت أمير المؤمنين والذي نزل فيه الأمير أيام خلافته حينما كان في الكوفة هذا البيت في الأصل ما هو لأمير المؤمنين هذا البيت كان موجودا وكان مبنيا هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزوم هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزوم من من جعدة هذا جعدة هذا أمه أمهان أخت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فالأمير نزل في بيت ابن اخته وجعدة كان من الدائرة المقربة من أمير المؤمنين فهذا البيت هو بيت جعدة ابن هبيرة المخزوم وهو مخزومي مخزومي قريشي أول قصر للمخزوميين بني في هذا المكان بحسب المؤرخين بناه عمر ابن حريث وهو شخصية معروفة في الكوفة معدود في أعداء أمير المؤمنين كان قريبا من بيت جعدة الذي سكن فيه أمير المؤمنين لأن المخزوميين بنوا بيوتهم هنا بعدما أذن لهم عمر في البداية عمر لم يأذن للناس أن يبنوا بيوتا كبيرتا لأنه أراد الكوفة معسكرا فقط ولكن بعد ذلك أذن للناس أن يبنوا أول قصر من بعد قصر العمارة بني في هذا المكان هو قصر عمر ابن حريث بني بالمطبوخ بالطابوق وإلا فإن الناس بأمر عمر بنوا بيوتهم بالقصب والبواري والحصران هذا موضوع فيه تفصيل تعريخي لست بصدد ذكره خلاصة القول هذه المنطقة التي تقع ما بعد الحائط القبلي الحائط الجنوب لمسجد الكوفة هذه منطقة الأعيان منطقة الحكومة فقصر الإمارة هنا وبيت المال هنا ودار الرزق بعد ذلك بنيت هنا الصحابة والشخصيات القريشية بنت قصورها أمثال عمر بن حريث جعد ابن هبيرة المخزوم ابن أخت أمير المؤمنين بيته بناه هنا الذي قطن فيه سيد الأوصياء لما جاء إلى الكوفة هذه منطقة المهاجرين منطقة الصحابة منطقة الأعيان عبد الله ابن مسعود قطعا سيكون بيته وداره هنا فهو القاضي وصاحب بيت المال ودائرة عمله بيت المال هي هنا في هذا الموطن قطعا سيكون بيته ستكون داره في هذه الجهة في الجهة الجنوبية من المسجد وليست في الجهة الشمالية نحن عندنا نص مهم جدا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 247 أمير المؤمنين يتحدث مع ميثم مع ميثم التمار فقال له ذات يوم سيد الأوصية يقول لميثم إنك تأخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب داري عمر بن حريث عمر بن حريث هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من أنه بنى دارا وقصرا في هذه المنطقة وبقي ساكنا فيها لم ينتقل من هذه المنطقة وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة المطهرة هو مكان لتغسيل الموت فهذه أيضا جزء من المؤسسات المنشآت التي يحتاجها الناس فهي في المكان الذي فيه قصر الإمارة وبيت المال ودور الصحابة ودور المسؤولين هذه المنطقة الرئاسية جزء من منشآتها هذه المطهرة مكان لتغسيل الموت وهذا المكان يحتاجه المسلمون ويحتاجه الناس دائما وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها أمير المؤمنين يقول له وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة فميثم يصلب قريبا من دار عمر بن حريث المعروف عندنا بحسب المعطيات المتوفرة في كتب التأريخ في رواياتنا في أخبارنا ما عندنا من معطيات وإن كانت قليلة ميثم التمار دفن في الموضع الذي صلب فيه ميثم دفن في الموضع الذي صلب فيه بقرينة المطهرة كانت هناك قبور في هذه المنطقة فالناس تغسل موتاها في المطهرة وتدفن هنا ميثم بحسب ما عندنا من معطيات متوفرة من أنهم دفنوه في المكان الذي فيه صلب ما هذا جرى على مسلم أيضا حينما ألقيت جثته من قصر من قصر الإمارة وسحلت وأعيدت إلى نفس المكان الذي رميت إليه من قصر الإمارة دفنوه في نفس المكان وحتى بالنسبة لهاني بن عروة دفن في نفس المكان وهناك جماعة من أصحاب مسلم صلبوا قريبا من هذا المكان وهم أيضا دفنوا في نفس المكان الذي صلبوا فيه على أي حال هذه المطالب خارجة عن بحثنا الآن بحاجة إلى تنقير وتدقيق فيها لكن الكلام بخصوص ميثا التمار أمير المؤمنين هكذا قال له وتصلب على باب دار عمر بن حريث ومثل ما قلت لكم دار عمر بن حريث في هذه المنطقة المخزوميون بنوا بيوتهم في هذه المنطقة ومرقد ميثم الآن هو قريب من دار أمير المؤمنين التي هي دار جعد ابن هبيرة المخزومي في محلة المخزوميين في هذه المنطقة التي بنى فيها العديد من المخزوميين وتصلب على باب دار عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها فكان ميثم يأتيها يأتي هذه النخلة فيصلي عندها ويقول بوركتي من نخلة لكي خلقت ولي عديتي ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة قال وكان يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري إني مجاورك فأحسن جواري عمر بن حريث فهم ذلك بعد أن رآه قد صلب ففهم أن ميثم يقصد المجاورة في وقت صلبه ولكنه دفن هناك ميثم كان يقصد المجاورة من أنه سيدفن هناك لأن المجاورة تكون طويلة وعند الصلب مدة الصلب تكون قصيرة لكنه دفن هناك دفن في المكان الذي صلب فيه بجوار دار عمر بن حريث كل هذا إلى أين يقودنا وكان يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري فعمر بن حريث ما كان يفهم قصد ميثم عملية الصلب لم تحدث لحد الآن وعملية الدفن لم تحدث لحد الآن ما الذي يقصده ميثم التمار حينما يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري الذي يتوقعه ماذا من أن ميثم التمار سيسكن مجاورا له كيف سيسكن مجاورا له حتما سيشتري دارا سيؤجر دارا بالقرب من دار عمر بن حريث فماذا يقول له فيقول له عمر أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم هذا يعني أن دار ابن مسعود تجاور دار عمر ابن حريث وميثم صلب عند دار عمر ابن حريث ودفن في الموضع نفسه هذا يعني أن دار ابن مسعود في هذه الجهة في الجهة الجنوبية من المسجد أعتقد أن الفكرة صارت واضحة وصارت واضحة جدا وهنا شخصنا دار ابن مسعود لأننا إذا شخصنا دار ابن مسعود سنشخص مؤخر المسجد الذي سيصاب بالهدم إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهة دار ابن مسعود فدار ابن مسعود ليست ملاسقة للمسجد قصر الإمارة في بداية أمره لم يكن ملاسقا للمسجد الذي جعل قصر الإمارة ملاسقا للمسجد هو زياد ابن أبيه فالبيوت كانت بعيدة عن المسجد ليست ملاسقة للمسجد فالإمام حين يقول مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهة دار ابن مسعود لأنها كانت معروفة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن عرفنا الآن أن دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمر ابن حريث ودار عمر ابن حريث هي في هذه المنطقة إلا أن الأميرة أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمر ابن حريث وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمر ابن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان إذن الجهة التي فيها دار عبد الله ابن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوب الغربي لمسجد الكوفة فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوب وإما هو الحائط الغربي مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوب الحائط القبل وإما أن يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحج هذا الباب أنشئ في التسعينات في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كند قديما ولكنه بعد ذلك ألغي باب كند أنا أتذكر حينما كنت صغيرا في الستينات وأذهب مع والدي لزيارة الكوفة كان يأخذني معه ما كنت أذكر بابا في هذه الجهة وحينما أصبحت فتيا في السبعينات أيضا حينما كنت أذهب لوحدي لزيارة مسجد الكوفة ما كنت أذكر بابا هناك وبعد ذلك خرجت من العراق فهذا الباب أنشئ في التسعينات باب الحج باب كند كان قديما موجودا في هذا الحائط وآثاره موجودة في البناء وإنما قيل له باب كند لأن قبيلة كند بنت بيوتها في الجهة المقابلة لهذا الباب هذا الباب يؤدي إلى بيوت قبيلة كند وهي قبيلة كبيرة كانت في الكوفة فسمي الباب باسمها في قديم الزمان إذن بحسب هذه المقدمات وبحسب هذه التفاصيل مؤخر المسجد إما هو الحائط الجنوبي وإما هو الحائط الغربي لأن دار ابن مسعود تقع في هذه الزاوية في الزاوية الجنوبية الغربية سأعرض لكم بعض الفيديوات التي توضح لكم الفكرة التي أتحدث عنها قطعا أنا لا أقطع بهذا أمامكم ربما بيني وبين نفسي أقطع بهذا إنما هي القرائن الدالة على ذلك إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن هناك هدم هدم جزئي ليس هدما كليا ربما يكون هدما كليا ما يدريني لكنني من خلال التدقيق في الرواية وفي المطالب التي تحفها وصلت إلى هذه النتيجة المحتملة هناك هدم جزئي هناك خراب مثل ما قرأت عليكم الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن خرابا سيصيب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران فهناك هدم جزئي في حائط مسجد الكوفة من مؤخره إما من الحائط الجنوب وإما من الحائط الغربي قطعا الرواية لا تقصد الحائط الشمالي ولا تقصد الحائط الشرقي الحائط الشمالي الذي فيه باب الثعبان ويخرج على مزاري السيدة خديجة بنت أمير المؤمنين والباب الشرقي من جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ومن جهة هاني بن عروة رضوان الله تعالى عليه مؤخر المسجد إذن في الحائط الجنوب وفي الحائط الغربي إذا ما جرى هذا ماذا تقول الرواية الشريفة فعند ذلك عند ذلك زوال ملك بني فلان زوال ملك بني العباس الحديث عن بني العباس في حكمهم الثاني والذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن هذه علامة علامة شيعية كوفية عراقية علامة علامة خاصة بنا العراق عراقنا والكوفة كوفتنا والمسجد مسجدنا ونحن نعرفه وهذه العلامة علامة هذه علامة للشيعة المهدويين وهي علامة واضحة صحيح أن الشيعة أهملوها لم يعبأوا بها لكنها علامة واضحة تكرر ذكرها في الروايات والأحاديث إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان يمكن لقائل أن يقول مسجد الكوفة تعرض في التأريخ لمرات عديدة من الهدم فكيف نشخص هذه العلامة أولا نحن لا نشخص العلامة هذه لوحدها تأتي في سياق علامات وتأتي في سياق زمان فيه الكثير من الإرهاصات وفيه الكثير من الإشارات والدلائل ومع ذلك فإنني ما أكملت قراءة الرواية أما إن هادمه لا يبني أما إن هادمه لا يبني هادم المسجد لا يبنيه لماذا نحن لا ندري ربما يهدمه ويموت بعد هدمه لا أن موته بسبب الهدم جاءه أجله فربما هدم الحائط وبعد ذلك مات فهو لا يبني هذا الهدم لا يبني هذا الحائط ربما يبنى ربما يبنيه غيره هذا الاحتمال قائم لكن الذي يظهر من السياق كله باعتبار أن هدم الحائط علامة ومن جملة ملابسات هذه العلامة فإن هادمه لا يبني وإنما سيبقى الهدم موجودا شاخصا للأبصار شاخصا للعيون فإما أنه يموت مباشرة بعد الهدم وإما أن يكون مسؤولا حين هدمه وبعد ذلك تجرد منه المسؤولية لا لأنه هدم الحائط جردت منه المسؤولية لأي سبب من الأسباب فهو لا يبني لأن المسؤولية قد سلبت منه فلا يبقى مسؤولا عن المسجد أو عن مدينة الكوفة مثلا وإما وإما التي نستطيع نستطيع افتراضها كثيرة وكثيرة جدا وأكتفي وأكتفي بهذه الأمثلة التي أشرت إليها أما إن هدمه لا يبني خلاصة القول من كل ذلك هذه علامة علامة شيعية كوفية قولوا ما تشاء هناك هدم قد يكون كليا لا أدري لكن القرائن تشير إلى أن الهدم جزئي هناك هدم جزئي لحائط مسجد الكوفة من مؤخره وبحسب القرائن شخصت لكم مؤخر المسجد إما في حائطه الجنوب وإما في حائطه الغربي استنادا إلى تشخيص موضعي ومكاني ومحلي دار عبد الله بن مسعود وذكرت الجهة الإجمالية لموضعي دار عبد الله بن مسعود الاتجاه الجنوبي الغربي للمسجد إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر